مستويات قياسية من الانبعاثات الكربونية خلال أقل من عامين هذا ما حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة بعدما قالت إن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يفترض أن تبلغ مستوى قياسيا عام 2023 وأن تستمر في الارتفاع في السنوات التي تليه وتعزي الوكالة هذه التوقعات للحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة حول العالم فالدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة جائحة كورونا لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة ودعت الوكالة الدولية للطاقة حكومات العالم لتحويل أقوالها إلى أفعال بعدما أشار قادتها إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر موسيقى 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 معنا من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم يعني إحنا شايفين ما يحدث في العالم من الصين إلى ألمانيا إلى كندا بما يقال أنه شبه المؤكد بسبب الاحترار المناخي كيف نقدر نفسر هذه الفجوة ولماذا لا يتم تعامل مع الاحترار العالمي بشكل طارئ مثل مواجهة جائحة كورونا يعني لماذا يأخذ على محمل الجد بعد كل اللي صاير هذا طبعا هذه الفجوة ليست جديدة هي تتعمق سنة بعد أخرى هي فجوة دائمة في الموازنة بين القضايا الصحية والاقتصادية والمناخية ليس هناك من استراتيجيات دولية حتى الآن اللي جمع بين كل هذه القضايا أصلا المترابطة بينها ولكن الإعلام والدعايات العالمية أعطت جائحة كورونا نوع من الاهتمام المتزايد بالرغم من أن وفايات ناجمة عن الأوبئة هي أقل بكثير من الوفايات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ معروف أن في السنة الواحدة السنة الأولى لجائحة كورونا كانت تقريبا عدد الوفايات في المليون فبينما كان وفايات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ بسبعة ملايين أي أن مشكلة تلوث الهواء وتغير المناخ والتي هي من مصادر نفسها إن انبعاثات التي تصدر عن احتلاق الوقود الحفوري وغيرها من الانبعاثات تسببت بسبع أضعاف وفايات ما تتسبب به جائحة كورونا وبالرغم من ذلك الانفاق كان أكبر بكثير على جائحة كورونا منه على تغير المناخ لأن مرض أو عوارض الجائحة كانت ظاهرة أكثر من عوارض المناخ سيد حبيب الآن ظهرت العوارض الآن بدأ يظهر للناس تبعات هذه المشكلة شيئا فشيئا صارت أمور واضحة للعيان نحن شايفين الفيضانات الحرائق المشاكل التي تكلفت دول أمور اقتصادية وتسبب أضرار للبنية التحتية والتقرير يبين أنه فيه أموال وفيه استثمارات وفيه ميزانيات لكن ينقص بس الإرادة السياسية الفلوس موجودة بس اتخاذ القرارات والعمل على هذه القرارات بشكل جدي نعم كما قلت صحيح العوارض بدأت تظهر واضحة منذ زمن بعيد وهذه السنة كانت قياسية ومن الآن وصاعدة كل سنة ستكون قياسية بالطبع لناحية زيادة الإنبعاسات وزيادة الفيضانات وزيادة الجفاف إلى ما هنالك ولكن ما هو مطلوب كان بالنسبة لمعاجهة الجائحة ليس هو نفسه المطلوب لمعاجهة قضية تغير المناخ قضية تغير المناخ أكثر تعقيدا الجائحة كانت تحتاج إلى لقاح وهم يجدون اللقاح بسرعة وبكلفة معقولة بالنسبة لهكذا جائحة ولكن مثل تغير المناخ نحن هذا الموضوع يحتاج إلى تغيير أسلوب الحضاري الذي يجب أن نعيشه التغير المناخ يحتاج إلى تغييرات جزرية في كل الكطاعات يحتاج إلى تغيير في قضايا أساسية وحساسة جدا كقضايا الطاقة وإنتاج الطاقة وفي الصراع والتجار والاقتصاد العالمي لا يمكن حل قضية المناخ التي تحتاج إلى تعاون أكثر من ما تحتاجه قضية الجوائح وقضايا الأوبئة ولكن هذه التعاون لن يحصل طالما أن الاقتصاد العالمي قائم على المنافسة وهذه هي العقدة الأساسية لمعاجهة تغيير المناخ لأن المنافسة تتطلب وقود رخيص والوقود الرخيص هو الوقود الأكثر تلويسا لذلك عندما يصنع المصنع في جميع دول العالم ولسيما الصناعية منها يبحث عن الوقود الرخيص لكي يستطيع أن ينافس لأن الوقود الرخيص جزء أساسي من تسعير السلع كلما كان رخيصا كلما كان بالإمكان إنتاج سلع أرخص وبالإمكان المنافسة في الأسواق فلذلك نحن الآن لا نستطيع أن نعالج قضية تغيير المناخ والعالم لن ينفق على معاجة قضية تغيير المناخ طالما أن الاقتصاد العالمي قائم على المنافسة وهو يسمى اقتصاد السوق وهو قائم على المنافسة لذلك هذه هي العقبة الأساسية لمعاجة قضية تغيير المناخ والبيات المتحدة الأمريكية الآن كمان صارت المنافسة أشد وأشرس بما أن الاقتصادات العالمية تضررت خلال سنة أو سنتين هذه فالعودة تكون أشد شراسة لعودة الحياة والاقتصاد كل دولة سوف تعيد بناء اقتصادها وترميمه من أول وجديد شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف